فلسلة تمارين التصرف في القطع النقدية 5 و 10 و 20 و 50 و 100 أولاً أحسبوا ذهنياً وبسرعة 5 مليمات زائد 5 مليمات زائد 5 مليمات زائد 5 مليمات زائد 5 مليمات 10 مليمات زائد 10 مليمات زائد 10 مليمات زائد 10 مليمات زائد 5 مليمات 20 مليم زائد 20 مليم زائد 20 مليم زائد 20 مليم زائد 20 مليم 20 مليم زائد 10 مليمات زائد 100 مليم 50 مليم زائد 50 مليم زائد 10 مليمات 50 مليم زائد 5 مليمات زائد 100 مليم ممتاز أحبة الصغار الإجابة تكون كالتالي 5 مليمات زائد 5 مليمات زائد 5 مليمات زائد 5 مليمات زائد 5 مليمات تساوي 25 مليم 10 مليمات زائد 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 5 مليمات تساوي 65 مليم 20 مليم زائد 20 مليم زائد 20 مليم زائد 20 مليم زائد 20 مليم تساوي 100 مليم 20 مليم زائد 10 مليمات زائد 100 مليم تساوي 130 مليم 50 مليم زائد 50 مليم زائد 10 مليمات تساوي 110 مليمات خمسون مليم زائد خمسة مليمات زائد مئة مليم تساوي مئة وخمس وخمسون مليم ثانيا بمناسبة اقتراب عيد الأمهات فكر خالد في الدخار مبلغ مالي يمكنه من اقتناء هدية لأمه أحسب المبلغ الذي ادخره خالد كل يوم على مدى أسبوع اليوم الأحد استطاع خالد أن يدخر قطع نقضية واحدة بقيمة عشرة مليمات وقطعتين نقضيتين بقيمة عشرون مليم وقطع نقضية واحدة بقيمة خمسون مليم المبلغ الكلي يكون اليوم الاثنين استطاع أن يدخر قطع نقضية بقيمة خمسة مليمات وقطع نقضية أخرى بقيمة خمسون مليم وقطع أخرى بقيمة مئة مليم المبلغ الكلي يكون يوم الثلاثاء استطاع خالد أن يدخر خمس قطع نقضية بقيمة خمسة مليمات وقطعتين نقضيتين بقيمة عشرة مليمات وقطع نقضية واحدة بقيمة عشرون مليم وقطعتين نقضيتين بقيمة خمسون مليم فالمبلغ الكلي يكون اليوم الاربعاء استطاع فيه خالد أن يدخر ثلاث قطع نقضية بقيمة عشرة مليمات وقطع نقضية واحدة بقيمة مئة مليم فكم يكون المبلغ الكلي؟ اليوم الخميس استطاع خالد أن يدخر فيه خمس قطع نقضية بقيمة عشرة مليمات وخمس قطع نقضية بقيمة عشرون مليم فكم يكون المبلغ الكلي؟ اليوم الجمعة استطاع خالد أن يدخر فيه قطعتين نقضيتين بقيمة خمسة مليمات وقطعتين نقضيتين بقيمة عشرة مليمات وثلاث قطع نقضية بقيمة عشرون مليم وقطعتين نقضيتين بقيمة خمسون مليم فيكون المبلغ الكلي اليوم السبت استطاع خالد أن يدخل ثلاث قطع نقدية بقيمة 5 مليمات وقطع نقدية بقيمة 10 مليمات وقطع نقدية بقيمة 20 مليم وأخرى بقيمة 50 مليم وقطع بقيمة 100 مليم فيكون المبلغ الكلي لهذا اليوم أحسنتم أحباء استغار الإجابة تكون هكذا استطاع خالد أن يدخل في يوم الأحد مبلغ قدره 100 مليم في يوم الاثنين استطاع خالد أن يدخل مبلغ وقدره 155 مليم وفي يوم الثلاثاء استطاع أن يدخل مبلغ قيمته 165 مليم وفي يوم الأربعاء استطاع أن يدخل مبلغ قدره 130 مليم أما في يوم الخميس فقد استطاع خالد أن يدخل 150 مليم بينما في يوم الجمعة استطاع أن يدخل 190 مليم وفي يوم السبت ادخل خالد 195 مليم أرتب المبالغ تنازليا أحسنتم أحبتي الإجابة هي 195 أكبر من 190 أكبر من 165 أكبر من 155 أكبر من 150 أكبر من 130 أكبر من 100 ثالثا بعد أن قام خالد بجمع مدخره من نقود طيلة أسبوع لاحظ أنه ينقصه 186 مليم لشراء هديته لأمه فأعطاه والده القطع النقدية التالية عشرون مليم وعشرون مليم وعشرون مليم وخمسة مليمات وعشرة مليمات وخمسون مليم وعشرون مليم أحسب هذا المبلغ ممتاز أحسنتم أحبتي الإجابة هي المبلغ الذي تزود به خالد من والده يساوي 195 مليم هل تفي هذه القطع بالحاجة؟ علل إجابتك أحسنتم الإجابة تكون كالتالي نعم هذه القطع تمكنه من تحصيل ثمن الهدية لأن 195 مليم أكبر من 186 مليم رابعا أراد خالد أن يشتري قطعة حلوة ثمنها ثمانية مليمات هل يستطيع خالد شراء الحلوة؟ أحسنتم الإجابة هي نعم يستطيع خالد شراء الحلوة لأن المبلغ المتبقي لديه يساوي 195 ناقص 186 يساوي 9 مليمات فبالتالي يستطيع خالد شراء الحلوة لأن 9 مليمات أكبر من 8 مليمات ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا